أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يطفع إبراهيم القواعد من البيت ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون قالوا وجرنا آباءنا لا عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يقجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهرون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا بي فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الذي زين اللسان العربي لكتابه العظيم وجعل العلم بهذا اللسان وسيلة لمن أراد أن يفهم القرآن فقال سبحانه ودعاله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الزخر حملا لا تم له اللغة وصلى الله وسلم على من أنزل القرآن من أنزل القرآن من أنزل القرآن باللسان العربي بشرة وإنذارة العربي الأمي صاحب الكلمة البالغة وعلى آله وظهبه والتابعين والمسلمين المنتشرين في الدنيا من مكة إلى مقالة أما بعد فيا أيها الإخوة حظيت اللغة العربية بشرف عظيم إذ تنزل بها الكتاب الكريم كتاب رب العالمين على الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي مكان الله عز وجل منها أيها التمكت وصحابة الكريم وسلف الأمة رضوان الله عليهم على النهج ذاته في العناية باللغة العربية تكريما وعناية وتشريفا وعندما نتأمل عناية القرآن الكريم باللغة العربية نجد عدة آيات تنص على نزول القرآن العربية وهو شرف وأي شرف لهذه اللغة أن تكون اللغة التي اصطفاها الله تعالى لمخاطبة عباده حيث وصف القرآن بكونه عربية في ست آيات وهي قول الله تعالى في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في سورة طه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقلون أو يحدث لهم ذكرى في سورة الزمر قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون في سورة كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون في سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في سورة الشور وكذلك أحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها الآية حد أن لا إله إلا الله